بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول رب العالمين وإمامنا إلى ربنا وقدوتنا إلى الجنة سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الليالي الشريفة المطهرة المباركة التي يسعد فيها من يسعد ويغتبنها من يغبنها ونسأل الله تعالى أن لا يجعلنا وإياكم ممن خسروا هذه الأيام الشريفة المباركات أيها المستمع والمشاهد أيها المشاهدة هذه الليالي الشريفة المباركة الناس فيها يهرعون وينهمكون ويجدون على أمر عظيم مبارك ألا وهو القرآن الكريم تلاوة ودرسا وحفظا فهذا أمر مطلوب جعله الله عز وجل في هذا الشهر الكريم بالخصوص وفي كل العام وفي كل عمر الإنسان عموما شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيناتهم من الهدى والفرقان الله عز وجل عندما ميز هذا الشهر بهذا القرآن الكريم ميزه فجعل الناس ينهمكون على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وليكن لكم بالعلم وبالمعلومية أنه لا فرق في تلاوة القرآن في شهر رمضان إن كان نهارا أو كان عشية أو كان ليلا فكل يوم رمضان ليله ونهاره كله أجر عظيم مبارك مضاعف فيه الأجور لتلاوة القرآن الكريم أحبابي يا من يستمع ويشاهد هذا القرآن الكريم يحتاج من من يتلوه ومن من يتدارسه أن يتأدب بآدابه وقد ألف العلماء الكتب الكثيرة والفصول من الكتب العظيمة في هذه الآداب التي ينبغي للإنسان أن يهتم بها كلنا نعلم علم اليقين أن الله افترض على العباد في كل عبادة من العبادات أمرا وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومن باب أولى أن يكون القرآن هو أعظم ما يكون فيه الإنسان مخلصا لربه في تلاوته أناء الليل وأطراف النهار فالإخلاص وهو بمعنى العمل لله وحده أي التلاوة لله ومن أجل الله وحده لا شريك له فلا ينبغي للمسلم أنه يتلو القرآن من أجل أن يسمع غيره أو يتلو القرآن من أجل أن يشتهر بصوته أو يتلو القرآن من أجل أن يظهر لغيره أنه متقن ومجود لهذه الآيات وهذه التلاوة العظيمة الإخلاص أمر مهم يجب على كل مسلم حيث أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا الإخلاص وقالت سبحانه وتعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ فالإخلاص في القرآن الإخلاص في الصلاة الإخلاص في كل عبادة من العبادات أمر واجب على كل مسلم وضد الإخلاص الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتجنب هذا ألا وهو الرياء والرياء بمعنى العمل لأجل الناس والعمل من أجل أن يفرح هو بنفسه عند سماع غيره له أو أنه يتلو من أجل دنيا يكتسبها من وراء هذه التلاوات التي تلاها وكل ذلك مما حرمه الله عز وجل وأوعد عليه العذاب الأليم ونسأل الله تعالى اللطفة والعافية جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وهذا حديث خطير تضمن ثلاثة أشخاص المجاهد وتضمن القارئ للقرآن وتضمن التاجر المتصدق بماله في سبيل الله فجاء في هذا الحديث أن القارئ للقرآن يقف بين يدي الله عز وجل ويقول له الله عز وجل عبدي علمتك ورزقتك النجابة ورزقتك الحفظ ورزقتك الصوت الحسن فماذا عملت بهذا القرآن يقول يا ربي لقد تعلمت القرآن وتحفظت القرآن وعلمت الناس وتلوته بصوت حسن طيب فيقول الله عز وجل له عبدي كذبت إنما قرأت القرآن ليقالوا أنك قارئ تعلم القرآن من أجل أن يشتهر بصوته تعلم القرآن من أجل أن يكتسب مادة على هذا القرآن هذا مقصد من المقاصد السيئة التي لا ينبغي للمسلم أن يهتم بها وأن يتجنبها هذا الإنسان مهما كان فيقول الله عز وجل له كذبت إنما قرأت وتعلمت ليقالوا أنك قارئ وقد قيل أي خذ أجرك ممن قال لك أنك قارئ وممن أثنى عليك ومدحك فيؤمر به والعياذ بالله ويسحب على وجهه إلى نار جهنم أجارنا الله تعالى وإياكم من النار وليس هذا معنى أن الإنسان ينبغي له أن يقفى عن تلاوة القرآن حتى يصحح النية وحتى يصحح المقصد مع تلاوتك ومع تلاوتك للقرآن الكريم ينبغي أن تبحثين وتبحث عن هذا الصفاء الذي يجب أن يتصفى به القلب بالإخلاص لله سبحانه وتعالى بأن لا تقرأين القرآن إلا من أجله هو حتى تترقين وتترقى إلى أعلى مقامات القرب في أعلى فراديس الجنان هذا الأدب الأول وهو الإخلاص لله فابحث في نفسك وابحث في نفسك على أن تتقني هذا القرآن بإخلاص لله جل جلاله وتعالى عظمته أيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن قوم يتعلمون القرآن ليصيب به عرضا من الدنيا لمن ليصيب به عرضا من الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل لا يجد رائحة الجنة لا يجد رائحة الجنة تلا القرآن أعظم شيء أنزله الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ربنا جل جلاله تلا هذا القرآن فأصيب هذا الإنسان بأنه لا يدخل للجنة ولا يجد رائحة الجنة السبب ماذا؟ السبب عدم الإخلاص لله جل جلاله وتعالى تعظمته فينبغي للمسلم وينبغي لك أيها المشاهد الكريم أن تتلو القرآن ولا تتركه وتسعى جاهدا في ضميرك وقلبك وتنقية هذا القلب بأن تكون مخلصا عاملا لله لا من أجل رياء ولا من أجل سمعة ولا من أجل عرض من أعراض الدنيا ولا من أجل مادة مهما كبر ذلك المادة مهما كبرت تلك المادة مهما عظمت تلك المادة لا تقصد بتلاوتك إلا وجه الله سبحانه وتعالى وفقنا الله وإياكم للقيام بحسن الأدب مع الله في تلاوة القرآن ونعود إليكم بعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى عدنا إليكم أيها الأحباب ومع آداب القرآن والتحلي به والامتثال لما أمر الله وأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآداب أدب آخر وآداب القرآن منها ما يكون قبل الدخول في التلاوة ومنها ما يكون في أثناء التلاوة فلا بد للإنسان أن يتحلى بها أول أدب من هذه الآداب أن يعظم هذا القرآن الكريم بأن يجل هذا القرآن ولا يمتهن في يديه وبأن يعرف أن هذا الكتاب الذي بين يديه الكتاب المقدس المعظم كلام ربنا جل جلاله وتعالى عظمته ولقد كان أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا أخذ القرآن نظر فيه وقبله ويبكي ويصيح ويقول كلام ربي كلام ربي كلام ربي حتى يخر مغشيا عليه فيعاد في بيته ويزار في بيته ثلاثة أيام بسبب هذا العمل الذي فيه تعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى الآداب الذي ينبغي للإنسان أن يتحلى به قبل تلاوة القرآن أن يتوضأ لتلاوة القرآن إن كان يتلوه حفظاً أو كان يتلوه نظراً إن كان قد أخذ القرآن ونظر وهو حامل للمصحف فهذا أمر عندنا ومفروغ فيه أنه لا يحق له أن يمس القرآن وهو على غير طهارة كما هو مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى فالقرآن كلام ربنا جل جلاله وتعالى تعظمته يجب أن يعظم وأن يحترم وأن يؤخذ بما فيه يقول ربنا جل جلاله وتعالى تعظمته لا يمسه إلا المطهرون فقال الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على خلاف في هذه المسألة ولكن معتمدنا أنه لا يحق ولا يجوز لمسلم أن يتلو القرآن الكريم نظراً وتلاوة بما فيه من الصفحات والورقات إلا على طهارة دائمة ولا يجوز أن يحمل القرآن وهو محدث حدث أصغر أو حدث أكبر الحدث الأصغر ما أوجب الوضوء والحدث الأكبر ما أوجب الغسل فكل الحدثين لا يحق للمسلم أن يمس القرآن فيه فمس القرآن محرم فمن الآداب الواجبة أن تمس القرآن وأنت على وضوء وعلى طهارة أيها الأحباب أما من يقرأ القرآن حفظاً عن ظهر قلب كأن يحفظ القرآن أو كان يحفظ آيات من القرآن الكريم ينبغي له ومن الآداب المستحبة وليست الواجبة أن يتلوه وهو على وضوء وعلى طهارة فالذي لا يتعدب بآداب القرآن تنقصه أنوار يكذفها الله عز وجل للعباد لكل من عظم وسعى في تعظيم هذا القرآن الكريم الأدب الذي بعده ألا يقرأ القرآن إلا وهو على جلسة محترمة فكثير من من يقرأ القرآن إما أن يقرأ القرآن وهو متجع وإما أن يقرأ القرآن وهو ماداً لرجليه وإما أن يقرأ القرآن وهو واضع القرآن في الأرض وهو متجع على جنبه وإما أن يقرأ القرآن على أي هيئة لا تليق بعظمة كلام الله عز وجل ومقام القرآن الكريم في قلب هذا الإنسان فالجلسة هي أدب ينبغي للمسلم أن يهتم به بأن يجلس جلسة تليق بكلام الله سبحانه وتعالى والذي لا يعظم على قدر تنقيصك لعظمة كلام الله عز وجل يكون نقصك من الأنوار الربانية التي يكذفها الله عز وجل في قلوب عباد الله الصالحين الذين عظموا هذا القرآن الكريم الأدب الذي بعده ينبغي للمسلم في جلسته هذه وتلاوته هذه أن يتدبر معانيه ويهتم بما يقوله مولانا سبحانه وتعالى ويخاطب به هذا الإنسان القرآن هو عبارة عن خطابات بينك وبين الله الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس هذه الخطابات لي ولك أيها المسلم فالذي ينبغي للإنسان أن يتدبر ما يقوله ولا يهذه هد الشعر لا يجعل جل التفاته لأحكام تجويد فقط أو لتحسين صوت فقط كل ذلك مطلوب ومرغب فيه ولكن التدبر للقرآن الله عز وجل يقول فيه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها حكم الله عز وجل على هذا الإنسان الذي لا يتدبر القرآن بأن قلبه مقفل مطموس والعياذ بالله نسأل الله تعالى اللطسة والعافية فالذي ينبغي للمسلم أن يهتم بهذا الأمر وهو تدبر القرآن الكريم بمعنى يتفهم لما يقوله الله عز وجل بمعنى عندما يقول الله عز وجل لنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا هذه الآية تحتاج إلى تدبر في معانيها تحتاج إلى تمع فيما يقوله الله عز وجل ما معنى واصبر نفسك ما معنى ولا تعد عيناك عنهم كل هذا من التدبر في شأن عظيم يجب للمسلم أن يهتم به هذه آية واحدة وكلام ربنا مليء بالعبر ومليء بالذكريات ومليء بالأخبار ومليء بالإذكارات التي ينبغي للمسلم أن يهتم بها هذه من ضمن الآداب التي تكون وسط القرآن ومن ضمن الآداب التي تكون قبل القرآن أدب يقال له أدب السواك بمعنى أن كثيرا من الناس قد يتغير وتتغير رائحة فمه فينبغي له أن لا يتلو القرآن لأن الفم هو المصدر الذي منه تخرج حروف هذا القرآن الكريم فإذا قد كان تغيرت رائحة فمه إما بمكث لعدم أقل أو عدم شرب أو تغير بسبب شرب لدخان أو بغير ذلك من الوسائل التي توضع في الفم التي هي منهم من كرها هذا ومنهم من حرم هذا الأمر فينبغي للإنسان أن يتلو القرآن بعد أن يستخدم السواك الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فالسواك سنة عند تلاوة القرآن عند الوضوء عند الصلاة في كل حال من الأحوال ينبغي للإنسان أن يستاكى ولهذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب جل جلاله وتعالى عظمته أيضا من ضمن الآداب المهمة استقبال القبلة عند تلاوة القرآن فالقبلة هي المحط الأول لكل عبادة ليست فقط لعبادة الصلاة ولكن لكل عبادة ينبغي للإنسان أن يتجه نحو القبلة العظيمة التي جعلها الله عز وجل نبراسا للأمة وجعلها متجها لكل عبادة فينبغي للإنسان أن يهتم بهذه الآداب وهي استقبال القبلة عند تلاوة القرآن من ضمن الآداب وهي كثيرة ونختصر ونقف عند الأخير منها وهو الاستعاذة بالله جل جلاله وتعالى عظمته عند التلاوة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فالاستعادة أمر مطلوب وهو أن تتعوذ وأن تتجنب وأن تجنب نفسك إبليس من أجل أن لا يوسوس لك ومن أجل أن لا يجعلك تتضايق من تلاوة القرآن فكثير من الناس الذين لا يتعوذون بالله من هذا الشيطان يتضايق مباشرة من تلاوة القرآن ويتأخر عن البدء في التلاوة بسبب إبليس ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم في حصن حصين من هذا الشيطان الرجيم وأن يجعلنا وإياكم محفوظين بعين عنايته إنه أكرم الأكرمين وأن يجعل ألسنتنا منطلقة بذكره وبتلاوة القرآن وبشكره وبحسن عبادته وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة